المصادر البعثة هو اللي يجب ان انا اخذ بكلامه لان هو ده التشريع ده مصدر التاني من مصادر التشريع فيه قالك لا اي قول الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان انا اخذ به يبقى بناء على كده احنا قلنا الحديث في اللغة هو الجديد هو الكلام الحديث نفسه بيخرج من الانسان لو جمعوا نعرفوه في الاصطلاح المحدثين ما اضيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية يبقى لما اجي عرف الحديث في اصطلاح المحدثين في اصطلاح الا ما اضيفة للنبي صلى الله عليه وسلم من قول فعل تقرير صفة خلقية او خلقية طيب انا دلوقتي عرفت انه انا اتاكم الرسول فاخذوا منهكم عنه فانته ليه احنا بنقوله دلوقتي احنا بندرس السنة علشان فيه ناس اعداء الاسلام عايزين يدور الاسلام ما قادروش يهدنوه عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى لان انه نحن نزلنا ذكروا انه له لحافظهم بيدوره عن طريق السنة بيشككونا في السنة لان لو شككونا في السنة هيشككونا في اصول دلنا كلها زي ما قلت لكم دلوقتي تقدر اي حد يقولي دلوقتي اه من خلال كتاب الله بصلي الدور كامرقع طب بصلي العصر كامرقع طب طريقة صحيحة الاعرابي لما انا راح امام النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قاله اذهف صلي في انك لم تصلش تكررها التانية والتالت والرسول صلى الله عليه وسلم قاله والший اما الرسول صلى الله عليه وسلم افهمه انه يستقيم كده ها ويتم استقامته زي من قول ويكله الفتحة وما توسر له من الايات وبعدين يرقع الركوع لازم يكون الانسان ده وده تمرين بيصلح للضغر يعني لو ده حد ظهر وقع ورقع صحيحة ظهر يبدأ بي تصلح سبحان الله ارادة ربنا سبحانه وتعالى لما انا ارقع كده هو رقوعي مستوي بحيس لو حطوا علي كباية مية ما تتحركش ما تتهزش واجأوا لازم استقيم في قيمها كذا ليه عشان في فقرات في الظهر رحتلجع مكانها لو انا اتحركت بسرعة رقعت كده وبعدين بسرعة رحت عينها ده انا بوزت ضغري ده انا دلوقتي اه التميين المفروض بيقولك بسم الله ما شاء الله بيحافظ على الانسان ويفضل طول عمره وقدر يرقع ويسجد ويقدي ده بيحافظ على صحيته طول العمر بس ابديسه فالرسول صلى الله عليه وسلم فهمه ايه رقوع هتستقيم في القيمة وبعدين هترقع رقوعك هيكون صح وبعدين تستقيم في القيمة وبعدين تزكت وتنتصر حتى زي ما يقول ويين وقام هات وحيبقى الجابهة والانف اه والايدين وقام اه وبعدين ترقق وبعدين اه يبقى كده هيكون بسم الله ما شاء الله اه ده الصلاة صح وحيكون اه زي ما بقول انا كانسان استفدت يعني زي ما بقوله جابه اطباء في العلاج الطبيعي قالك مفيش احار اصح من الحاجة سبحان الله صلت الانسان بتحفز عليه بتحفز عليه بتحفز عليه اه يبقى انا قديت كل حاجة مين اللي عرفنا كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى انا دلوقتي مقدرش اكتفي بكتاب الله سبحانه وتعالى بيش بس في اساس دلنا الصلاة الصوم نفس الحكاية اللي بيفطر و اللي ما بيفطرش والسيام ربنا قال معروف ان انا بفطر بقى سوم من امتى لكن التفاصيل دي كلها عرفتوا عندي الحج رسول صلى الله عليه وسلم مازل امر الله سبحانه وتعالى الحج وبعد كده رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا معاني يا مياسككم معاني يا أرقوكم بعد عامي هذا وحد يديهم الخطبة دي بيقول لك كمة البلاخة كمة الحجة ما اصابش حاجة مبينا حتى الوصية بالنساء وص علينا سبحان الله يعني اه فسبحان الله وص علينا في كل حاجة يعني الخطبة ده مينة تعلمنا مينة اللي يعود بس يبص في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يتعلم منها الكسير والكسير والكسير يبقى اكيد اننا محتاج لكل ده الزكاية كيفيتها مصارفها موجودة في كتاب الله زي ما احنا نقوله بس طريقة اداءها وحسابها والكل ده موجود في موجود في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى اساس الدين بتاعي موجود ما يقدرش اقول السنة نتافي بيانا ونسيب القرآن لا الامر في كتاب الله والتفسير والتوضيح والبيان في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى اللي حيشكك في سنة نبينا حيشكك في دينا يبقى هدم الدين كده من تحت لاننا دلوقتي اللي حيبقى عندي ثقة في صلاة ولا في صم ولا في زكاة ولا في حج ولا في اي حاجة بالدين يبقى ازاي هيكون ديه اساسيات ال